في طار الجهود المبذولة لتطور بيئة العمل في مملكة البحرين تستمر وزارة العمل في تطبيق قرار حظر العمل وقت الظاهرة وتوسيع الحملة التفتيشية المصاحبة له بما يسم في تنفيذ البرامج والخطط الحكومية لخلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة على درجة عالية من العدالة والتنافسية تأكيدا على الالتزام بأعلى المعايير العالمية للصحة والسلامة المهنية تم بدء سريان تطبيق قرار حظر العمل وقت الظاهرة من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الرابعة عصرا في شهرين يوليو وأغسطس للحفاظ على بيئة عمل آمنة ومرنة وجذابة مملكة البحرين خطت خطوات متقدمة في مجال الارتقاء بالموارد البشرية في سوق العمل بشكل عام وتوفير منظومة حماية ورعاية لجميع العمال دون استثناء يمثل قرار رقم ثلاثة لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظاهرة أحد أوجه الحماية من المخاطر الطبيعية وبالنسبة للنتائج الإيجابية المتحققة من تطبيق القرار منذ العام 2007 ولغاية هذا العام أولا انخفاض معدل الإصابات المهنية وتحديدا ضربات الشمس وأمراض الصيف والإجهاد الحراري بنسبة تجاوزة 60% بمقاررتها بالفترة التي سبقت تطبيق القرار بالإضافة إلى انخفاض معدل حوادث المهنية والإصابات الجسيمة الناتجة عنها بنسبة تجاوزة 40% بالنسبة للخمس سنوات الماضية بالإضافة إلى ذلك ارتفاع مستويات الانتاجية لدى المنشآت وأصحاب العمل بسبب تأمين ظروف العمل الملائمة هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في نسب الرطوبة ويعكد على وعي القطاعات المعنية بأهمية تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير دوافع كثيرة جعلت من نسبة الالتزام مرتفعة وهي أن مملكة البحرين انتهجت سياسة تضمن مشاركة أطراف الانتاج الثلاثة في اتخاذ القرار أطراف الانتاج الثلاثة المقصود فيها طبعا الممثلي أصحاب العمل الممثلي العمال وبالإضافة إلى الحكومة وبالتالي هما شركاء في صناعة القرار ولم يتم فرض القرار عليهم فرضا بالإضافة إلى النتائج التي لامسها أصحاب العمل جراء تطبيق القرار وزارة العمل دعا تفرد المجتمع للإبلاغ عن أي ممارسات غير مسؤولة أو إخلاء بالقرار عبر التواصل مع مركز البلاغات على الرقم 32265727 حتى يتم تطبيق معايير الحظر ببيئة سليمة صحية وأمنة تحقق أعلى مستوى من السلامة المهنية والصحية للعمال خلال فترات الصيف شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شوق العثمان لمركز الأخبار شوق العثمان لمركز أجسرا شوق العثمان شوق العثمان لمركز الأخبار كمينة لمركز أجسرا